أعزائي الطلاب، أرحب بكم أجمل ترحيب، ومع درس جديد من دروس التعلم عن بعد لمادة اللغة العربية. عنوان الدرس، القراءة، الشراع الأبيض، الجزء الأول، لطلاب الصف الخامس. أتوقع من طالب النجيب في نهاية هذا الدرس أن يقرأ القصة قراءة جهرية صحيحة معبرة عن المعنى، وأن يذكر مرادفات بعض الكلمات بصورة سليمة، وأن يستنتج أحداث القصة وتفاصيلها استنتاجا مناسبا. افتح كتابك يا بطل على الدرس. ما رأيك أن تستمع لقراءتي للقصة، ولكن قبل ذلك تذكر معي معايير القراءة الجهرية السليمة، أن تراعي الضبط السليم للكلمات، وأن تعبر عن المعاني تعبيرا صحيحا. الشراع الأبيض للكاتب محمد عبد العظيم كانت أمنية منصور أن يمتلك قاربا صغيرا له شراع أبيض، وكانت متعته المفضلة أن يجلس على شاطئ البحر، ويتأمل القوارب الصغيرة والسفن الكبيرة، ويحلم أنه على ظهر قارب صغير يحمله بعيدا إلى الشطآن المختفية وراء الأفق، وذات يوم، بينما كان يقرأ في قصة مصورة عن رحلات البحار المشهور ما جلان، وضع الكتاب جانبا، وراح يصنع قاربا ورقيا له شراع أبيض، راه منصور يتأمل قاربه الورقي، وفجأة خيل إليه أن القارب قد تحرك قليلا، ثم سمع صوتا يقول، أيها الصغير، ألم تتمنى قاربا له شراع أبيض؟ تعجب منصور كثيرا، فقال القارب، اذهب بي إلى البحر، وسترى كيف أتحول إلى قارب حقيقي، حمل منصور القارب، وذهب إلى البحر، وما كاد يضع القارب الورقي في الماء، حتى كبر وامتلأ الشراع بالهواء، بدأ القارب ينزلق فوق سطح الماء، سرع منصور إلى تسلق القارب، والسعادة تملأ قلبه، لكنه فوجأ بعد قليل بأن القارب قد ابتعد كثيرا عن الشاطئ، فأحس بالوحدة والوحشة، وصاح به، عد بي أيها القارب، لم يستجب القارب، فصرخ منصور، أريد أن أحضر معي أصدقائي وأهلي، قال القارب، لكنك لم تذكر أهلك وأصدقائك عندما تمنيت أن يكون لك قارب، فراح منصور يبكي، بينما راح القارب يشق طريقه إلى عرض البحر، صحى منصور من حلمه، ليجد نفسه بين ذراعي أمه، رأى القارب الورقي لا يزال أمامه على المكتب، أمسك منصور بالقارب الورقي، وراح يمزقه، دهشت أمه، فقال، أريد أن أصنع قاربا كبيرا يتسع لنا جميعا، والآن أنصحك بإيقاف المقطع، ومحاكاة قراءة معلمك، وقبل أن نبدأ، تذكر أننا في هذا الدرس سنركز فقط على الجزء الأول من القصة، ما رأيك أن نتعرف معاني بعض الكلمات الجديدة في القصة؟ هيا بنا، الكلمة الأولى، أمية، عندما أسألك، ما أمنيتك في الحياة؟ أحسنت، يعني ما مطلبك وغايتك، الكلمة الثانية، راحة، لاحظ سياق الكلام، راح منصور يتأمل، يعني، أحسنت، بدأ وشرع في التأمل، ولا شك أن لها معاني أخرى في غير هذا السياق، أما الكلمة الثالثة، خيّل إليه، لا شك أنها مأخوذة من الخيال، وهو الوهم، فمعنى خيّل إليه، أحسنت، توهم، وهي كلمة قرآنية، قال الله تعالى في قصة سيدنا موسى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى، بالاعتماد على شرح المعلم، أوقف المقطع ثم أجب، وهذا أيضاً سؤال يحتاج لتفكير، وهذا أيضاً أجب عنه وحدك، والآن، وكما اعتدنا في دروس سابقة، عندنا سؤال يتعلق بمهارات نحوية درستها سابقاً بهدف تذكّرها ومراجعتها، استخرج من النص فعلاً مضارعاً منصوباً وأسلوب نداء، أوقف المقطع ثم أجب، أحسنت، الفعل المضارع المنصوب، أن يمتلك أن، حرف ناصب للمضارع، وأسلوب النداء، أيها الصغير، أحداث القصة والتفاصيل، هل أنت مستعد لنشرح أحداث وتفاصيل الجزء الأول من القصة؟ إذن، أجب معي عن هذه الأسئلة، السؤال الأول، ماذا تمنى منصور في بداية القصة؟ نعود إلى الفقرة ونقرأها جيداً، أحسنت، تمنى أن يمتلك قارباً صغيراً له شراع أبيض، السؤال الثاني أيها الذكي، ماذا كان يقرأ منصور؟ نعود إلى النص مرة أخرى، أحسنت، قصة مصورة عن رحلات البحار ماجلان، ولا شك أن عندك فضولاً لتعرف من هو البحار ماجلان، حسناً، إنه بحار برتغالي، قام بأول رحلة بحرية عبارة المحيط، ويمكنك البحث عنه أكثر في الشبكة العنكبوتية، السؤال الثالث، على ما تدل قراءة منصور القصص المصورة؟ فكر جيداً، أحسنت، تدل على حبه للطلاع والمعرفة، السؤال الرابع، ماذا طلب القارب الورقي من منصور؟ ولماذا؟ فكر جيداً، وارجع للنص، وتذكر أننا نبحث عن السبب أيضاً، أحسنت، طلب القارب الورقي من منصور، أن يذهب به إلى البحر، كي يتحول إلى قارب حقيقي، ما رأيك أن نلخص الأحداث التي مرت معنا بهذا التدريب الرائع؟ صل الأحداث الآتية بما يناسبها من صور، ثم رتبها حسب ورودها في القصة، الأحداث، كخيل منصور أن القارب يتحرك، وسماعه صوتاً يحدثه، صناعة منصور قارباً ورقياً له شراع أبيع، قراءة منصور قصة مصورة عن بحلات البحار المشهور ماجلال، الحدث الأول مناسب للصورة أحسنت، الثانية، الحدث الثاني مناسب للصورة رائع، الثالثة، وأما الحدث الثالث والأخير، فمناسب للصورة الأولى، ولعلك تلاحظ عزيز الطالب أن الأحداث وردت مرتبة في القصة من الأسفل إلى الأعلى، جرب أن تعيد قراءة الأحداث مرة أخرى، ونختم بهذه اللعبة الجميلة، حتى نساعد منصوراً على الرجوع إلى الشاطئ مع كل إجابة صحيحة، افتح كتابك وابحث عن الإجابات وأكمل الفراغات، لون شراع القارب الذي صنعه منصور، رائع، أبيض، يتجه منصور نحو الشاطئ، من متع منصور المفضلة، أحسنت، الجلوس على الشاطئ، يقترب منصور أكثر، حلم منصور أنه جميل جداً، على ظهر قارب صغير، وهكذا يكون منصور قد وصل إلى الشاطئ سالماً، أعتقد أنك أيها الذكي قادر على الإجابة عن الأسئلة الآتية، أوقف المقطع ثم أجب، وختاماً، ها قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من قصتنا الجميلة، فقرأنا الدرس قراءة جهرية صحيحة ثم وضحنا بعض مرادفات ومعاني الكلمات وتفحصنا الأحداث الرئيسة والتفاصيل للقصة وإلى اللقاء